وصلت إلى مطار الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة طائرة الرابعة من طائرات الجسر الجوي لغاثي الإماراتي تحمل على متنها ثلاثين طنا من مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان والتي سيتم توزيعها على المناطق الأكثر تضررا وكان في استقبال طائرة المساعدات الإماراتية بمطار الخرطوم الدكتور أحمد علي قلم ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان وأعضاء سفارة دولة الإمارات في الخرطوم وفريق الهلال الأحمر الإماراتي وتأتي هذه المساعدات في إطار تقديم مد يد العون ودعم الجهود السودانية وقدرات المؤسسات المعنية في احتواء تداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان الشقيقة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وامتدادا إلى النهج الإنساني الإماراتي وكذلك تطبيق أفضل المعايير الدولية للاستجابة وهي إغاثة الملهوف تقديم يد العون بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين نحن متواجدين كهلال أحمر الإماراتي نقف صفا واحدا مع الشعب الشغيق السوداني ها نحن اليوم نستقبل الجسر الإغاثي من الطائرة الرابعة من المواد اليوائية المختلفة بالإضافة إلى الشراء من السوق المحلي وما يخفي عليك ما قفلنا الجانب المواد المتعلقة بالصحة وكذلك البيئة والإصحاح وكذلك بالتنسيق مع المنظمات المجتمع المدني نحن اليوم مستمرين بتقديم الدعم للمتضررين جراء السيول ونقف على أهم الاحتياجات